السلام عليكم ازايكم عاملين ايا رب الجميع يكون بخير معنا دلوقتي exercises على lesson 3 تدريبات الدرس التالت احنا لسه في unit 7 ودلوقتي معنا تدريبات الدرس التالت التدريبات جي فيها سؤالين listening زي ما قلنا جزء listening ده مهم جدا زي ما انتو عرفته وبيجي في الامتحان فلازم نتضرب عليه كويس ان شاء الله مع بعض في الفيديو ده هنحل السؤالين listening دول سوا طيب ازاي يا مصر احل السؤال listening ده بصوا شباب اول ما تنزلك ورقة الامتحان عايزك اول ما تشوف الجزء listening قبل ما الميس او الميستر يدخل يقرأ لك الجزء listening انت تقرأ الجمل اللي مكتوبة كويس تفهم هما بيتكلموا عن ايه تمام وتفهم هو كل سؤال فيهم عايز ايه علشان اول ما الميس تدخل تقرأ لك الجزء listening تبقى انت خلاص تسمعها بقى الجزء اللي تقول عليه ازا كان صحة والغلط تكتب هنا true او فالصة صحة او غلط والسؤال التاني اللي هو هتكمل فيه القطعة او الجزء اللي ناقص هنا برضو تقرأ كويس تفهم هو بيتكلم عن ايه علشان اول ما الميس تدخل تقرأ لك الجزء listening تبقى عارف انت المفروض هتحط ايه يعني دايما تبقى مستعد طبقى بقى مستعد ازاي اقرأ السؤالين listening وفهمهم كويس قبل ما سمع الميس وهي بتقرأ النص طيب هنبدأ دلوقتي نقرأ الاسئلة الاول تمام وبعد كده ندخل نشوف جزء listening ده ازا كان هما صح ولا غلط طيب بيقول لي ancient Egyptians ancient Egyptians يعني المصريون القدماء ما لهم wanted يعني ارادوا to keep انهم يحافزوا يحافزوا على their homes منازلهم hot hot يعني ساخنة تمام طيب احنا هنعرف صح true ولا false صح ولا غلط طيب احنا هنسيب true ولا false ده لغاية لما نسمع الجزء listening some people بعض الناس painted يعني دهنوا their homes منازلهم red red يعني احمر باللون الاحمر برضو مش هنحل غير لما نسمع جزء listening all ancient Egyptian homes all يعني جميع او كل homes منازل القدماء المصريون had كان لديها كل المنازل كان لديها flat roofs roofs يعني اسطح flat يعني مسطحة مسطحة يعني مفرودة تمام مش مثلا مدورة مش مكعبة لا هي مفرودة families يعني العائلات often يعني غالبا slept يعني كانوا بيناموا on على the roofs on hot nights nights night يعني الليالي بالليل يعني hot الحارة الليالي الحارة الليالي لما يبقى الليل سخن كانوا العائلات زمان بيناموا على الأسطح ولا لأ طيب دلا هنشوفوه في جزء الليسنينج هقرلكم القطعة اسمعوها كويس أوي تمام واسمع الأجزاء المتعلقة بكل جزئية من هنا شوف إذا كانت هي true ولا false تمام يلا بينا نقول بسم الله بسم الله بيقول لي ancient Egyptians wanted to keep their homes cool the mud bricks helped do this some people painted their homes white to make them cooler ancient Egyptian homes all had flat roofs which were the coolest part of the house families often slept on roofs on hot nights كده أنا خلصت القطعة بتاعة الليسنينج تعال الوقت نحل الأسئلة طيب هل الكودمان مصريين wanted أرادوا إن هما to keep their homes hot يخلوا منازلهم ساخنة ولا cool لا طبعا cool يبقى جي false يعني غلط طيب السؤال الثاني some people بعض الناس painted their homes منازلهم red باللون الأحمر هو ده صحيح لا طبعا غلط في القطعة بيقول some people بعض الناس painted their homes white يبقى جي برضو false يعني غلط السؤال الثالث all ancient Egyptian homes كل منازل مصر القديمة أو المشرين القدماء had كان لديها flat roofs flat roofs يعني اسمه ايه ده أسطح مسطحة يعني مفروضة طبعا صح ولا ايوه صحيح هو قال لي كده قال لي all had flat roofs يعني كان لديهم أسطح مسطحة مفروضة يبقى ده true السؤال الرابع families العائلات often غالبا slept كانوا بيناموا on the roofs على الأسطح on hot nights في الليالي الحر أيوه دي إجابة صحيحة لأنه قال لي كده بالزبط في آخر جزئية في القطعة اللي احنا قرناها يبقى دي برضو true طيب ندخل بعد كده على الليسنينج التاني برضو هنعمل نفس الموضوع هنقرأ الجزئ ده كويس كل اللي مكتوب ونفهمه وبعد كده هقرأ لكم القطعة بيقول لي in يعني في ancient Egypt يعني مصر القديمة people in in cities يعني في المدن lived يعني كانوا بيعيشوا very together together يعني معا كانوا بيعيشوا ايه جدا معا طيب مش عارفين نستنى لها من اسمع listening people in nests built يعني بنوا their houses يعني منازلهم taller يعني اطول with b to يعني اتنين a in cities يعني في المدن in يعني في the ancient Egyptian houses يعني منازل المصريون القدماء أو المنازل المصرية القديمة had كان لديها one floor floor يعني طابق يعني دور دور واحد طابق واحد in the countryside يعني في a reef country side يعني a reef they هم had كان لديهم كان لديهم a to grow لكي grow يزرعوا يزرعوا vegetables الخضروات طيب كده احنا عرفنا كل سؤال من دول بيتكلم عن ايه تعالوا بقى نشوف في القطعة اللي انا هقرأها لكم ايه الكلمات اللي نقصة تمام هقرأ لكم وركزوا كويس قوي اللي قاتل انت قاعد بتشغل ودنك وبتشغل خيالك ودماغك بس تمام طيب بسم الله بيقول لي في أغنية إجابة أجلنا في أمريكين ويحتلوا مقبنون جميلة ويساعدوا لهم بفترة أمريكين أمريكين بلدون مكانين البلدين ممتحدة جميلة جميلة مثل اليواني كده أنا خلصت القطعة تعالوا نشوف بقى إيه الكلمات النقصة بيقول لي الأول قبل ما دخل على كلمات النقصة هل أنتو حلتوهم ولا لأ ها طيب هنشوف لنسل حلتهم نشعر نشوف حلتهم صحة ولا غلط في مصر القديمة في المدن هو قال لي في قطعة إيه قال لي زي يعني قريبا يعني كانوا قريبين من بعض يعني قريب من بعض منازلهم يعني أطول هو قال لي يعني بطابقين إن سيتيز في المدن إن زي إيه في الإيه منازل المصرين القدماء هاد كان لديها دور واحد في إيه فين بقى في السيتيز في المدن لا في المدن كان فيه أكتر من دور يعني دورين أما في الVIS البيوت كان فيها إيه كان فيها دور واحد إنزار كونتري سايد في الريف إنزار كونتري سايد في الريف زي هاد هم كان لديهم آآ ا تغرو فيجي מקوب عشان يزلعوا خضوات كان بيبقى عندهم إيه ذي آآ زي أولسو هاد آآ جاردن غاردن يعني حضيقة تماما شباب طيب كده يبقى خلصنا سؤالين listening عايز كنت تدرام عليهم كتير قوي 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 تمام مش عشان الامتحان بس يا شباب لا جزء من تعليق تعلمك اللغة هو انك انت speak تتحدث listen تستمع وبعد كده بيبقى عندك بقى اللي هو vocabulary والحاجات دي كلها لكن listening والspeaking مهمين جدا speaking نتكلم نحاول نتكلم بعضنا كده بالانجلش وبرضو listening اللي هو الاستماع برضو مهم جدا عشان كده ان شاء الله في الترم ده نشتغل listening كتير مع بعض طيب تعالوا نكمل ندخل على read and match اقرأ ووصل السؤال ده بنحله زي مصر بنحله عن طريقين احنا بدأ بالجزء اللي على اليمين وبعد كنا ندخل للجزء اللي على الشمال الجزء اللي على اليمين نقرأه ونترجمه نفهمه كويس وبعد كنا ندخل للجزء اللي على الشمال بسم الله build يعني يبني او يبنوا their homes يعني منازلهم ماشي that had that والتي او اللذين يعني او اللذي عادي تمشي اي حاجة من دول had كان لديها كان فيها one floor يعني طابق واحد يعني دور واحد large يعني كبير pots يعني اواني حلل وكده يعني and baskets واسلة الجمعة سلة the nail النيل اللي هو نغر النيل بتاعنا in في the past الماضي كلمة the past يعني الماضي keep يعني يربي chickens دجاج beds يعني السر جمعة سرير or chairs يعني كراسي طيب ندخل بقى هنا الجزء اللي على اليسار بيقولي people الناس made يعني صنعوا او جعلوا جعلوا هنا their homes زي ما نازلهم near يعني بالقرب من الناس في مثل القديمة كانوا بيجعلوا بيوتهم بالقرب من ايه near the nail in the past بالقرب من النيل نيل طبعا مهم جدا farmers المزارعون always دائما المزارعون كانوا دائما بيعملوا ايه او دائما عملوا ايه يبقى farmers always keep chickens بيربوا دجاج where يعني اين تمام ده سؤال ادول على السؤال هنا اهو where did they اين هم build their home زبان ومنازلهم people الناس stored يعني خزنوا stored يعني خزنوا crops يعني محاصيل ان يعني في في ايه يا شباب large pots and baskets تمام i live انا اعيش in a house في منزل that والذي had in a house that had والذي كان لديه one floor يعني طابق واحد وعندي طبعا ال bits and shares دي جملة زيادة دعا ندخل على السؤال اللي بعده اللي هو reorder يعني قعد ترتيب طيب السؤال ده بنحله ازاي مستر بنحله عن طريق ان احنا منترجم الكلمات وبعد كده نحاول نرتب جملة مصبوطة في مخنا وبعد كده مجين كدب بينها did ده فعل مساعد ملوش معنى بيتحط في السؤال بعد اداة الاستفهام people الناس use استخدموا طبعا انا ليه قلت استخدمها مصطر مش يستخدموا علشان عندي did هنا يبقى did الجي حتخلي السؤال ده في الماضي what يعني ماذا homes يعني منازل to build لكي يبنوا يبقى what اجي ماذا did ده الفعل المساعد اللي قلنا بيجي بعد استفهام بعد الفعل المساعد بحط الفعل what did people ماذا الناس وبعد كده احط الفعل ده ترتيب السؤال يا جماعة اداة استفهام فعل مساعد فعل بعد كده فعل ماذا الناس استخدموا to build لكي يبنوا طب هيبنوا ايه homes يعني المنازل وبعد كده question mark السؤال اللي بعده often يعني غالبا ancient Egyptians المصريون القدماء on يعني على relaxed استرخوا roofs يعني اسطح they يعني الا يبقى ancient Egyptians المصريون القدماء عملوا ايه الاول اقول often يعني غالبا قبل ما حط الفعل غالبا relaxed يعني استرخوا استرخوا ايه on the roofs على الاسطح كانوا بفردوا دهرهم كده ويستمتعوا بالهوا فوق السطح ancient يعني قديم تمام واحتيجي معا كلمة Egyptians احنا متعودين يبقى ancient Egyptians المصريون القدماء mats يعني sagagid mat يعني sagada on يعني على breed اللي هو greed slept يعني ناموا و Egyptians يعني المصريون يبقى ancient ancient Egyptians المصريون القدماء عملوا slept يعني ناموا on على على read mats read mats يعني السجاج مصنوعة من من greed for يعني lay the nail drinking يعني الشرب people الناس water يعني ماء ويوز يعني يستخدموا جميلة جدا هي بين يبقى people الناس الناس ايه يوز بيستخدموا بيستخدموا ايه the night بيستخدموا the nail water the nail water يعني ماء النيل for ل drinking هو طبعا drinking مش drinking بس يعني لكل حاجة تقريبا طيب ندخل بعد كده على سؤال punctuate زي ما احنا متعودين اول الجملة واول السؤال بنحط حرف capital يبقى W هنا capital what do you think about about ancient ancient خد بالك ancient Egyptians لازم حرف A يبقى capital وحرف E هنا في Egyptians يبقى capital برضو الاتنين لازم يبقو حروف capital تمام وهنا في question mark هحطها زي ما هي يبقى احنا غيرنا W وغيرنا E تمام لاني ده اسم يا شباب ancient Egyptians المسلون القدماء ده اسم طيب اللي بعدها طبعا T لازم تبقى there home يعني منزلهم is يكون very different يعني مختلف جدا from hours يعني من منزلنا طيب يبقى منزلهم يكون مختلف جدا عن منزلنا دي جملة احط في الاخر ايه full stop واجد احطها خطين كده يبقى خلصنا التطلبات بتاعة lesson 3 درس التالت وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هيبقى عندنا البرورغراف عن ancient Egyptian homes منازل المصريون القدماء اه ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك ادعموكم مهم جدا يا جماعة اه علشان القناة تستمر وتكبر اه ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو لسه مشتركش في القناة اشترك فيها واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي وسلام